البعوذ الحذري نحن نعبر عليه بالبعوذ الحذري مثلا الموسيك إيربان نسميه هذيا موجود كما قلنا يلزم حاجتين تتوفر يلزم مية هراكدة مية هراكدة نوع هذيا موجود بالمناطق الحذرية مثلا بالنسبة لنا نحن بمنطقة بلدي تونس نحن نقول المآوي اللي توجد فيها النموس هذيا هما البقايع وين يتوجد النجم يكون المآوي اللي عنا نحن سواء كان معنتها دهليز دهليز معنتها دي كاف ولا معنتها فما دهليز نجم تدخل حتى في وسطه دهليز ولا فراغات مية صحية ولا فراغات صحية فراغات صحية ما تنجمش معنتها تدخل في وسط الفراغ هذيا الصحي تلقاه واتي هذيا زادة كيف كيف نفس الاشكال معنتها ينجم في صورة ما تكون الدهليز معنتها العمارة تقول العمارة بليتو قديمة والقنوات الصرف تتعدى على في الوسط معنتها العمارة وفي الأخير تمر عبر الدهليز مثلا إذا يتكسر القنوات هذومة تتكسر القنوات في وسط العمارة والأغلبية تلقاههم موجودة الحالة هذه تتكسر القنوات يولي الماء اللي هابط من القنوات الصرف الصحي يولي يركرك ويولي موجود في الكعف هذاك وهذه مشكلة كبيرة اللي معنتها مع الأسف أحنا بلدي تونس ومنطقة معنتها موجودة بصيفة كبيرة برش لأنه البنايات قديمة يعطيك صح كونه البنايات قديمة وما يقعش الإصلاح متاحها والصيانة متاحها بصيفة دورية على خاطر معنتها كنحيو الماء مكل العمارة هذيك ونصلحوا القنوات يولي هذاك حل جذري ما عادش موجود فاها العمارة هذيك الكاف هذيك إذا ما عادش فيه ماء ينتهي مشكلة النموس مثل المواطنين يتشكاوا يقول لحنا عنا نموس وكذا ولا العمارة اللي مجاورتنا يقول لك أنا سمحني أنا عمارة ينظيفة ولكن المجاورين بحذية عمارة أخرى مهمش لهين بالكاف متاحهم ممش ممش مصلحين معنتها الكاناليزازيون توليلوا مشكلة أحنا نوليوا مجبورين باش نمشيوا ونتدخلوا ومعنتها باش نستعملوا معنتها المقاومة الكيميائية باش نقضيه على كل حشري المبيددد لكن الحل هو موجود ومعروف ونقولوه ديما ونبعثه للمواطنين ونبعثه لكل شيء معناها فكرة اللي عند التونسي عموما نجم وانو يقولك العديد من التونسي يقولوا وانو والله الدار اللي نسكن فيها فيها برشة شجرة ذلك عليش موجودة برشة نموس موش صحيحة لا موش صحيحة مع الأسف هذه موش صحيحة المشكلة للشجرة الخطرة ذاك جي في فترة معينة وبعد يمشي على روح وأحنا بيدنا معنتها من ما يعمل حتى يقلق المشكلة جاية سواء كان ذكرنا نحن الدهليس هذومة وإلا فما مقاوي أخرين فما البلوعات تعميها الأمطار فما بلوعات كبار برشة البلوعات هذوك يركح فيهم الماء يتعبئوا بالماء ويوليوا معنتها ما هو متاع البعوضة تمشي يطبيض يطبيض فوق الماء الموجود اللي يراكح في وسط البلوعة معلوم حتى يقع مقاومتها قبل ما تفرخ ولا يعطيك صحة على سؤال خطر مهم برشة والخطر المواطنين يسخيبوا معنتها فما وقت معين وانتي معتها كأحنا ندخلوا معنتها متأخرين ديما متأخرين لا هو مصحيح البعوضة خاصة في الدهليز احنا معنتها على طول العام خطر مثل دهليز فيه معنتها ميكروكليما اللي تخول معنتها البعوضة هذه تنجم تبيض في اي وقت في الشتاء على طول العام تنجم تبيض خطر فما ظروف ملائمة ورطوبة وتلقاها الكاف ولا تلقاها دافي سخون معنتها تنجم تبيض غديك على طول العام معنتها البعوضة نجم يكون موجود لكن يتكثر وتتفاق من ظهر هذه في فترة معينة وعندما زيت ترتفع درجة الحرارة اللي في الفصل الآخر ربيع وفي صيف حتى الخريف دكتور بعد نجم يعني شنو الفرق ما بين الحشرات الحضارية والحشرات الريفية وانتي كنت من بكري دخلت بالضبط باش تفصل لنا المسألة حتى نفهمه بكذا سمحني نحب نزيد نكمل أنا بديت بالنسبة للحشرات البعوذ الحضاري قلنا المآوي وين يتوجد مهم زادة باش نعرفه باش كيفاش التدخلات تاقة قلنا في المآوي الحضارية دهليز بلوعات من هالأمطار هذومة الكبارة هذومة وعنها زادة بنسبة البلدية تونس ومنطقة بلدية تونس فما الأوديا ومجار المياه نفس الشيء والسباخ والسباخ هذي كنبع لنحكي الأوديا ومجار المياه في حي الخضرة في الحريرية في الظهور في اماكن كل فما الأوديا الأوديا زادة كيف كيف يركح فيهم الماء يوليوا معناتها مأوى متاع المتاع البعوذ وينجم يقلقوا ويعملوا إزعاج ذلك عليش أحنا نطلبه كل عام باش تيقع برنامج جهر الأودية ومجاري المياه تبع التطهير هذا فما التطهير فما ديوان تطهير يقوم بالعملية هذه ولا إدارات الجهوية للتجهيز وزارة التجهيز هذا تقوم بعملية جهر الأودية ومجاري المياه في نتاق الخطة الخطة معناتها الجهوية لمقاومة الحشرات ككل حتى الأودية هذو ما عندهم دور كبير إذا ما يقعش الجهر متاحهم إذا ما يجهروش في وقتهم فما زاد أحوار تجميع مياه الأمطار لباسان دوروتوني دو وقت يتصب مطرة كبيرة يمشي للبقعة يتلقاها كبيرة يتلمفها الماء هذوكم إذا ما يجهروش في وقتهم معناتها ينجم يكونوا خطر يولي ماء راكد معناتها يوحد يحط في باله اللي كل ماء راكد ينجم يعمل مشاكل متعناموس خاصة في الصيف في الفترة الصيفية في الشمس في وقت اللي فيها الشمس حتى في جنينة صغيرة طوى هذوكم المقاوي نحكي اللي احنا ندخلوا فيهم حتى شي طبيعي كما في الهواء الطلق حتى في جنينة صغيرة ينجم حتى حاجة بسيطة مثال نرجع للمواطنين مثلا بالنسبة للمواطنين عنده مثال مرمى ولا بطية برميل متع ماء يخلي فيه ماء مدة معين يخلي فيه مدة معين يولي مصدر متعناموس بطاة موسيقى 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 موسيقى